الشهر الشهر الحب كنا ان شاء الله يا ربه والبشارات الحلوة اللي بننتظرها طول الوقت فاحنا حنتكلم نهاردة عن البشارات اللي جايلنا من شهر فبراير والمعاكسات اللي احنا ناخد بالنا منها ونحذرها وكمان ايه مين البرج اللي لازم نحذر من ازيته ومن البرج اللي مستحيل يأزينا وايه البرج المؤذي لكل برج من الابراج فناخد بالنا وننتبه وكلمة السر الخاصة بكل برج يعني عندنا صراء كبير جدا ومن ورانا هالة حافز كالعادة سعدتين ونورتين وحمد الله على السلامة نورك الله يسلمك يا حبيبتي يرسل الحمد لله هلا لو قلنا اول حاجة من ضمن السئلة اللي سوائر قالتها ايه كلمة السر لكل برج احنا لو اعتبرنا ان البني ادم زي الكمبيوتر كده لازم له باسورد عشان تعرف تسيطر عليه او تتعامل معايا او تلاقي له مدخل نبتدي بمولود الحمل الباسورد بتاع مولود الحمل او كلمة السر بتاعت مولود الحمل لاهتمام يعني عايي ونقول لا لا ايه لاهتمام ولا للإهمال عايز تكسب مولود الحمل اهتم بيه زيادة عن اللزوم حسسوا كده ان انت محاوض ولا للإهمال اهملت مولود الحمل هتلاقيه بيان فورميل يعني نكسب الحمل بالاهتمام نهم ونخسره بالإهمال اه لا لإهمال ده لكل الناس بتاع احنا بتقول اه يعني احنا موكل حاجة هنلاقيها كلنا عايزانا بس دايما بتلاقي طبيعة برجك بتحتم عليك ان في حاجة احتياجك لها اكتر من غيرك مولود التور الاستقرار والثبات ولا للتزبزب او الشك التور بيعشق كل حاجة مستقرة بيحبش التوهان ما بيحبش الشك فكلمة السر المولود التور الاستقرار والثبات الجوزاء الكلمة الحلوة كلمة السر الجوزاء عايز تكسبه جدا وتعرف تتعامل معه وتسيطر عليه قوله كلام حلو يا عشق ودنه نقطة ضعف ودنه يعني ولا للعجرفة ما تتعرفش على مولود الجوزاء الجوزاء خالص ولا للعجرفة لا للعجرفة السرطان كلمة السر بتاعتوعه المشاعر والإحساس دي كلمة السر تكسبه بيا والأمان النفسي ولا للجمود ما تتعاملش مع السرطان بجمود لا كن لين كده والمشاعر تكسبه بالمشاعر وتكسبه بالجمود والزحد الاستقرار التقدير فالمولود الأسد عايز تكسبه بالإشادة وبالإطراق قدر كل حاجة بيعملها لا للتهميش أنا مقبلش أكون إنسان على الهامش قدر الأسد تكسبه تهميش وتخسره تهميش وتخسره العزراء مستر بيرفكت الأمان المادي والتنظيم في الفكر العزراء عايز تكسبه وحقق له أمان مادي مش نفسي لا للعشوائية والغباء عايز تخسر مولود العزراء خليك تكون غبي وعشوائي عايز تكسبه أمان مادي عايز يبقى كل حاجة متنظمة وبلاش غباوة الميزان السلام الباسورد بتاع الميزان السلام شخصية مسلمة جدا جدا حقق له السلام لا للتوتر ما بيحبش أي حاجة دايما بيسعى للعلاقات اللي بتحقق له الاستقرار فهو مسالم وليوم بيدخل في المشاكل بيتطر حد بيدخلوا فيها وهم بيحبش يدخل في المشاكل العقرب الثقة اكسب ثقته كسبت ثقة العقرب وصلت لقلبه وبقت مفاتيحه معك لا للخيانة ما تخونش ثقته ما تخونش أي حاجة بيديها لك العقرب حاول تكسب ثقته لان كسبت ثقته خلاص انت كده وصلت لقلبه تكسبه بالثقة وتخسره بالخيانة ولا للخيانة اكسب ثقته وتكسبه بالزبط القوس الابهار او الاجباع ام لعينوه من الاخر القوس بيحب دايما ما بيحبش لا للحوجة لا للإحتياج فكل ما اجبعت احتياجات وابهرت القوس انت كده كسبت ولا للحوجة لا للإحتياج بل ابهار تكسب القوس اه ما تحسسوش بنواقس يعني بالنقس احساس النقس تخسره تنفر منه الجدي الوضوح ما تستخفش بيه خالص ولا بعقليته ولا للإستهانة بعقليته برضو فانت توصله وبيحبش لفو الدورات فالوضوح هي كلمة السر للجدي كون واضح الوضوح ما تخلق الى الجدي ولا وما تستخفش بيه ولا بعقليته خالص لا للإستهانة الدلو الحرية على كل الأصعاد تدي له الحرية في كل حاجة في التصرف وفي الفكر وفي الأفعال يعني اطلق له العنام فكلمة السر للدلو الحرية لا للتقييد أعطب عني بالحرية والانطلاق وما بيحبش الحوت الإنسانية كون إنسان تعامل مع الحوت بإنسانية والإنسانية دي دارك تحتها والتسامح والعطاء والغفران كل المعاني الإنسانية كون إنسان تكسب الحوت الحوت تخسره ازاي؟ لا للقصو تخسره بالقصو بكافة أنواع الحوت يرفض القصوة بأنواع تخسره بالقصو